قال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المنصف صليتي خلال زيارة عمل أدها إلى ولاية اسفاقص أن لدى الدولة التونسية ألفي مسكن اجتماعي جاهز منذ بضع سنوات وقد حان الوقت لتسليمها لأصحابها بعد تسريع إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة المجمع السكني هذا 155 عنا اسفاقص عنا فاهم مجموعة متع مشاريع ومتقدمة في السكن الاجتماعي عنا في عكارب وعنا في الحنشة الآن القائمات معلقة وهذا مهم جدا هذا مشروع الدولة حارصة عليه أنه عنا ألفين خنذكروا به ألفين مسكن جاهز موجودين منذ ثلاثة سنوات وأربعة سنوات وهذا معناها مش مقبولة في تونس الآن لأنه احنا عنا مشكلة متع تفعيل ومتع إنجاز كان كنتم حاضرين شوفتوا سيد النواي بيقولوا نفذونا هذون منفذين موجودين منجزين نوزعوهم على الممساكنة على المواطنين المتحم اللي هم مستحقينهم وبخصوص مشروع تبارورا قال سليطي أن أشغال التهيئة في تقدم مستمر ولكن لا بد من توحيد الجهود والتقاء الرؤى لتسريع النسق تبارورا بالخصوص لأنه عنا أربعة ومعين كتار الجانب بتاع الدولة لول تهيئته وتنظيفه وفتحانه وقع وتم وهذاك حاجة مهمة الآن في مجموعة لتهم لحياة اللي تنجب تقول بودريان هذيك اللي بجنبها كله يزم تهيئتها القار ملتينودا اللي هذيك يزم نقلتها حكاية الفصفات فصتو زيبسليزم لاتفاق عليها فإن شاء الله ليرادة موجودة أن نتعاون مع الفعاليات التعسفاقس الكل وأنه ميصبح مشروع تبارورا هو موضوع تجاذب لا موضوع التقاء ووحدة في اسفاقس لدفعه وإنجازه بسرعة إن شاء الله وتواصلت زيارة سليطي إلى ولاية اسفاقس بالوقوف على إتمام أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم واحد بالإضافة إلى أشغال عدد من المفترقات والمنشآت الفنية هذا إلى جانب مشاركته في افتتاح ملتقا حول دليل الجودة لرؤساء مشاريع الجسور والطرقات